مع ملاحقة تجار المخدرات والقبض على رؤوس كبيرة تعمل على تهريب وبيع المخدرات في الميدان العراقي إلا أن الأرقام التي تكشف عنها مديرية مكافحة المخدرات مهولة غيرتك المسطورة لم تظهر إلى العلن منها القبض على أكثر من 200 حدث من الذكور والإناث بتهمة التعاطي والتجارة إذ حددت الفئة الأكثر استهدافا من 13 إلى 30 سنة وفي العام الماضي تقول المديرية أنها اعتقلت 11 ألفا من المتاجرين والمروجين والمتعاطين وفق إحصائية رسمية للداخلية ناهيك عن رقم خيالي تمثل بضبط 14 مليون حبة مخدرة في أول ثمانية أشهر من العام الحالي وحديثا كانت المفاجأة بضبط نصف مليون حبة مخدرة سيما بعد إعلان جهاز الأمن الوطني بالقبض على ما يعرف بالطباخ الكريستال والذي تعلم صناعة المدى في إحدى دول الجوار فنقل التجربة إلى العراق في منهاج حكومة محمد شياع الوزاري تعهد رجل الحكومة بتشكيل فريق وطني من المختصين والخبراء لمكافحة الاتجار بالمخدرات والتعاطية والمباشرة بتوفير مراكز متخصصة لمعالجة المدمنين وإعادة تأهيلهم قرئ هدف المنهاج الوزاري على أنه مبدأ لا بد منه كما يقول مختصون وفق ما يجري من شلال ظاهرة متدافع نحو الشباب الذين هم عماد المستقبل فيما خرج أخرون من المختصين يكشفون أن التعاهد مرهون بضرورة مواجهة أشباح التهريب الذين حولوا العراق من ممر عبور إلى مستقر سوق عاث وانتشر بائعه وتجاره من أبناء البلد وهنا تحتاج الحكومة لسلاح قوي في إقاف ما يمر من إيران أو سوريا بحسب شهود عيان يواثقون بمقاطع مسورة ما يدخل منها إلى العراق من مخدرات لكن الحرب الحالية مع الآف لم تنتهي وقد وقع عدد كبير من الشباب بين فكي تجارتها وتعاطية والكارثة لا شد خطن على مجتمع يقول المختصون من مفوضية حقوق الإنسان إنها تفكك نسيجه وإن أكثر تعاطيها هو الكريستل بنسبة 37.3% الأسباب التي تقف وراء تفشي الظاهرة قد تكون مفتاح الانتصار لمنهج الوزاري في جزئية مواجهة المخدرات إذا عملت عليها فرق الاختصاص أسباب تؤكد أن انتشار المخدرات في العراق وجد بيئة خصب لضعف الرقابة العسرية واستخدام التكنولوجيا الخاطئ وارتفاع معدلة الفقر والبطالة وضعف الوازع الديني والأهم عدم ضبط المنافذ الحدودية وضعف إجراءة الحكومة في مكافحة الظاهرة من خلال إنشاء مساحات خاصة لمعالجة مدمني المخدرات رغم أن العراق شرع بعلاج المدمنين أخيرا إلا أن الأرقام التي تعكس الانتشار الجنوني والذي يغذيه الفسد والنفوذ لم يشف غليل المجتمع المتفرج على كارثة بدأت تخطف مستقبل شبابه دون سابق إنذار اشتركوا في القناة